أشرك سيد توبيا سيلود وزير سابق لشؤون الشرق الأوسط وأجدد لك التحية الحكومة البريطانية يا سيدي ذكرت أن رئيس الوزراء كيرسترمر والرئيس الأمريكي جو بايدن يعني ناقش موضوع وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وإدخال المساعدات هل من الممكن أن نشهد موقفا موحدا أكثر صلابة من الممكن أن يساهم في إحداث خرق أو لربما يعني الوصول لوقت إطلاق النار وحماية المدنيين كما يعني تخرج التصريحات الغربية علينا في الشهور السابقة بضرورة يعني إنقاذ المدنيين هل من الممكن الوصول لذلك فعلا وفق تطورات الموقفين الأمريكي من جهة والبريطاني من جهة الموخرة أولا يسرني أن أنضم إليكم مرة أخرى لدينا انتخابات عامة ولكنها لن تؤدي إلى تغيير كبير في سياسة بريطانيا الخارجية أو إلى تغييرات كبرى في الشرق الأوسط أو السلام في الشرق الأوسط فلن تستطيع محاسبة إسرائيل وتصرف الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية قد نشرت قلقا كبيرا حول العالم ونحن لم نتمكن من إيصال المساعدات عبر الممرات الأرضية على الأرض ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل عبر الأمم المتحدة وعبر كل شيء ولكن لا أعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني يستطيع أن يغير كثيرا وفي الواقع قبل أن أنضم إلى هذا النقاش كنت أتحدث عن أن حزب العمال وإسرائيل هما شريكان ومتفاهما نحن ندعم حق إسرائيل في الوجود وندعم أيضا الحق في انتقاد منهجيات إسرائيل العسكرية لما تقوم به في غزة أن نطاق الأضرار التي تسببت بها وأعداد القتلى الذين قتلتهم أمر لا يمكن القبول به ويجب أن تنتقد إسرائيل لأن ليس عندها استراتيجية وهذا ليس نجاحا